برحب بيكو في خلقة جديدة وفيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن علامات بتدل ان الشخص معين او شخص محدد بيفكر فيك علامات لو حصلت معاك تأكد مليار في المية ان هذا الشخص يفكر فيك وانه هو انت في باله وانه هو بيبعث لك ميسج عن طريق عقل الباطن او عن طريق سابقاش اسمال وانت في بال هذا الشخص السؤال ده تسعلميني كثير جدا جدا بصراحة من بنات اكتر ان هما البنات المهتمين اكتر ان هما يعرفوا فعلشان كده قررت ان احنا نقضي الصهرة النهاردة نتكلم ايه هي العلامات الروحية اللي معناها ان فيه شخص معين بيفكر فيك وان انت في باله وان انت يعني سبحان الله تحس كده من هذه العلامات تأكد حتى لو همش بيتكلمك حتى لو ما فيش علامات ملموسة فتأكد ان هذا الشخص انت في باله وهو عايز يتواصل معك قلولي بتتفرجوا علي من فين وبتابعوني من فين يا جماعة قلولي انت برج ايه وقلولي بتابعوني من مدينة ايه طبعا بعتذر عشان عندي حساسية شديدة جدا في وشي بس مع ذلك قلت النهاردة وعدتكم ان احنا نتكلم عن وعدتكم ان احنا نتكلم النهاردة في صهرة عن علم الطاقة وعن هذه العلامات طيب اول حاجة عايزين اقول دايما ان التواصل الروحي بيحصل ما بين شخصين بيبقوا فيه اعجاب ما بينهم او فيه كنكشن روحي ما بينهم فالعلامات دي لو انتو مثلا انت وشخص ما بتتكلموش يعني ما بتتواصلوش هو ما بعتلكش وهو زعلانين مع بعض او لسه في مرحلة البدايات وهذا الشخص مش بيفكر فيك او انتو مرتبطين ببعض بس الشخص ده في اللحظة دي بيفكر فيك اول علامة ان انت تكون مشغول او مش بتفكر فيه او هو مش في بالك او ما حصلش اي حاجة في الدنيا تخليك تفكر في هذا الشخص يعني ما حصلش مثلا ما افتكرتش اسمه محدش قال اسمه قدامك محدش جاب صرته قدامك فتحس ان انت فجأة كده from nowhere ان الشخص ده فجأة جي صورته جات في بالك وبدأت تفكر فيه بدأت تحس ان هو كأنه هو بيكلم معاك او كأنه جيت صورته قدامه كأنك بقيت شايفه كأنه بيقولك message تأكد مليار عارفين يعني ايه مليار والله العصوصين مليار في المية ان الشخص ده في التوقيت ده هو انت جاي في باله فلما انت جيت في باله او لما هو فكر فيك او لما هو بيفكر فيك بيعمل ايه فيه طاقة بتاعته بتبعتلك الزبزبات الزبزبات دي بتوصل لك يبقى الشخص ده لما هو فكر فيك ولما انت جيت في باله هو تواصل معاك روحيا وعمل تخاطر روحي معاك فبالتالي انت فكرت في هذا الشخص بالرغم من ان ما فيش اي يعني مثلا مش احنا ممكن نفتكر حد علشان فيه حد جاب صرته مثلا قالك ده فلان عمل كذا كذا فصرته جات لا الموقف ده عشان تتأكد ان هو فعلا فكر فيك مفيش اي حاجة يعني تفكرك بالشخص ده ولا شميت ريحته ولا حسيت ان هو ولا حد جاب اسمه ولا حد مفيش وان انت مشغول كمان خاصة يعني دايما لما تكون مشغول مثلا بتشتغل بتزكري بتقعد في المحاضرة نايم بتحس ان هذا الشخص اخترق مجالك الطاقي اعرف ان هذا الشخص في هذا التوقيت بيفكر فيك يبقى فيه حد بيقولي دلوقتي طب انا لو انا مثلا كنت تفتح المسج بتاعته لا انا بقولك ان انت في عالم اخر في الوقت ده مفروض يعني تكون انت مش يعني هو مش مش في بلك خالص وفجأة تلاقيه اخترقك كأنه جي كده عمل هاي جاك عليك ودخل في عقلك تأكد ان الشخص ده بيفكر فيك هو ارسلك مسجات روحية وطريقة التفكير فيه هي دي الطريقة اللي هو بيفكر فيك بيه يعني مثلا انت هتتخيل ان هو ماسك ايدك او ان هو بيحضنك او ان هو قريب منك يبقى هو بيفكر دلوقتي حالا ان هو بيتخيلك وهو بيحضنك او بيتخيلك وقريب منك او تخيلت ان هو انت قاعد معاه في مكان رومانسي في مكان رومانسي في بحر في الوقت ده معناها ان الشخص ده في الوقت ده هو كمان بيتخيل نفس الموضوع فالاحساس اللي انت هتحسه لو هو احساس ايجابي بطريقة معينة يبقى هذا الشخص بيفكر فيك بنفس الاحساس وبنفس الطريقة ده لو احد حاجة سلبية اللي هو تحس كده ان هو مش طيقك ان هو مش او حسيت بنيجاتيفتي او بسلبية من ناحيته يبقى الشخص ده بيفكر فيك بطريقة سلبية يبقى طريقة يعني تدولك في عقلك الباطن على هذا الشخص هي دي الطريقة اللي هو بيفكر بيك فيها ده نمبر ون نمبر تو تحس ان الشخص ده ان انت بتحلم بيه بيجيلك كثير في الاحلام على فكرة لو انت حلمت بشخص اعرف ان هو بيفكر فيك استحالها تحلم في شخص انت مش في دماغه لو حلمت بشخص كذا مرة احلام معينة معناها ان هذا الشخص انت تحلم بشخص دي كمان علامة مهمة جدا ان هذا الشخص بيفكر فيك تالت حاجة تحس ان انت مش عارفت شين من دماغك يعني كأنه كده الشخص ده روح كده ولبستك فهتحس ان الشخص ده مسيطر عليك مسيطر عليك اللي هو انت بتفكر فيه في كل الوقت عملت تفكر فيه وانت في الطالب عملت تفكر فيه انت بتاخد شاور عملت تفكر فيه وانت بتذاكر عملت تفكر فيه وانت بتنام بتفكر فيه وانت قاعد مع أصحابك في أماكن يعني أماكن انت مشغول تحس ان هو على طول في بالك طول ما الشخص ده على طول في بالك اعرف ان انت في باله وان هو مهتم بيك وان هو بيفكر فيك مش أحيان نكون احنا متعلقين بشخص جدا وبنفكر فيه دايما وبعدين فجأة تلاقي الشخص ده حصل مواقف ما بيننا تخانئنا مع بعض حصل مواقف زعلنا مع بعض وفجأة تلاقي الشخص ده يعني بعد ما كنت بتفكر فيه 700 ساعة في الـ 24 ساعة بطلت تتفكر فيه خالص وكأنه اختفى من مجالك العقلي ليه اختفى مجالك العقلي ان هو بطل يفكر فيك وان هو عنده حياته وان هو مشغول في حياته وان هو انت مش في دماغه فساعتها تأكد ان هو كمان ان انت كمان مش في دماغه فيا جماعة خلاص السلام سيبيهم اه سيبيهم اه خلاص خديهم خديهم فيا جماعة طريقتك طريق يعني طرامة الشخص ده بعد ما كنت انت بتقدر تشوفه اونلاين ولا مش اونلاين بتشوفه بحط بوستات ايه بتفتح كل يوم البيج بتاعته بتفتح كل يوم الانستجرام والفيسبوك والسنابشات وكل المواقع بتاعتش انتشوفه والواتساب بتاعه لا دخل اونلاين لا ده عمل فلانا لايك لا ده عمل كذا لا ده سوا كذا وإذ فجأة ببطل تعمل كل ده معناها ان هذا الشخص مهتم بشخص اخر معناها ان هذا الشخص بقى عنده حد او حبيب اخر وان انت مش في الماغه وخالص فالبوينت دي برضو مهمة جدا يا جماعة طريق تتعاملك مع هذا الشخص هل انت بتفضل تدور وراه بتفضل حطه في دماغك كأنه متلملكك كأنه عفريته لبسك تعارفين لو انت دايما هو في بالك وبتفكر فيه كتير اعرف ان هو ان انت كمان في باله اما لو انت خلاص بقيت الشخص ده ولا كأنه موجود في حياتك وانت مشغول بحاجات تانية وبقيت بتخرج مع صحابك ما بيجيش في بالك فيه بنت كتبالي اسمها دينا دلوقتي بتقولي يعني هو ازاي بيبعث لي مسج روحية مسج روحية يا جماعة زي ما قلنا ان كل حاجة في الدنيا طاقة فانت لما بتفكر في شخص الشخص ده يعني فيه زبزبات بتخصل فيه طاقة روحية بتخصل ده اسمه التخاطر الروحي فانت لما بتفكر فيه تتخيله خاصة التخيل وتعمله صورة ذهنية في عقلك البطن فيه تردد بيحصل وزبزبات التردد ده بيحصل ايه؟ بيخرج انت جهاز استقبال وجهاز ارسال فانت بترسل هذه الزبزبات والطاقة بتمشي في مجال طاقي توصل للشخص ده فعلى طول هو كمان بيجي انت بتيجي في باله يا جماعة يعني فيه مقولة بتقول القلوب مؤلفة ألوف مؤلفة ما تعرف منها تقالف فيه مثل بيقول كده فسبحان الله فيه حاجة اسمها كامستري فيه ناس تحس ان فيه تواصل روحي قوي ما بينك و ما بينهم وناس تانية تحس ان هذا التواصل مع دون طيب تالت حاجة تحس ان انت دايما بتتخ... بتشوف دايما معناها برضو ان الشخص ده بيفكر فيك دايما لما تشوف حد تقول ده شبهه دايما تشوف مثلا حد بيكلم ده بيكلم بطريقة كلامه ده شبهه ده بيلبس بطريقة لبسه ده بيقول فبدو قد تريليت كده الناس اللي حواليك بالشخص ده الناس اللي بتحبهم بالممثلين بقى تشوف مثلا احمد بيكي تقول يا ده قصة شعره زي قصة شخص نفس قصة شعر لشخص اللي انا بحبه تشوف مش عارفة الله ده ده نعملة زي الدعم من احمد عز ده طريقة كلامه زي طريقة كلامه فتحس او ناس حواليك فتحس ان انت اي حد بتشوفه بتحس ان هو يا الله ده فيه حاجة من روح الشخص ده فدايما بتشبه الناس بيه او تحس ان انت عملت تسمع اسمه بتكرر كتير حواليك يعني مثلا انت مصاحب حد اسمه اشرف تسمع اشرف 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 فاسمه بيتدول كتير حواليك وان انت حس ناس كلها شبهه الناس كلها بتفكرك بيه ده طريقة كلامه زيه اما دي روحة حلوة وهي بيرجاهها زيه وده بيلبس نفس طريقة لبسه ودي الجزمة بتاعته زي الجزمة بتاع فتحس الناس كلها اصبحت شبهة حقا ده معانانا ان الشخص ده بيفكر فيك بطريقة ايجابية وبنكزر هو بيفكر فيك في انت كمان بدأت تتفكر فيه بطريقة ايجابية قولولي يا جماعة بتتبعوني من مدينة ايه قولولي حصل معاك الموقف ده قبل كده ولا لا ان انت كنت قاعد نشغول مع صحابك بتذاكر في شغل في ميتيج وفجأة شخص جي في بالك وحسيت ان هو تملك كيالك وفجأة بقيت بتفكر فيها او ممكن تفتح حتى السوشال ميديا بتاعته مرة واحدة ولا لا بشكركم يا ربي الفيديو كون عجبكم الفيديو ده اطلب مني كتير جدا بليس تعملولو شارك كتير جدا لأي حد محتاج يسمعو ويا جماعة قولولي بتحبوا الفيديو بتاعت علم الطاقة ولا لا وحكولي كمان تحبوا ان تتكلم ايه عن فيديوز وعن علم الطاقة علم الطاقة ده جماعة ده علم قوي وعلم حلو جدا وعلم الروحانيات ده انا بحبه جدا وفي حاجات كتيرة لو احنا فهمناها وعلمات استفهام كتيرة لو احنا فهمناها هتفرق معانا جدا في حياتنا بحبوكو اشوفكو فيديو تاني واكتبولي تحت كم مرة حصل معاك ان انت موقف زي ده وافتكرت شخص ما كانش في بالك وعرفت انه بتخطر معاك روحيا ولا لا تانكيو باي مع السلامة